الكرام فتحت البوابات لثالث أشواط الحفل الثاني والثمانون الجولة الثانية تحد الخيال العالمين برعاية STC شوط التكافؤ على الأرضية العشبية الـ 1200 متر هنا الانطلاق القوي تبدأ مع كل سفير ابن أور بقيادة سام كوليت بجوار السياج ينطلق إلى المركز الأول في متابعة من الدب ديب إلى ثاني المراكز وأشاهد توق تقول مع جور ريزاريو إلى ثالث المراكز والمحاولات من ماتش مور هالو مع هايلي ترينر في المركز الرابع بينما التحرك أيضا قادم من قبل كينغز كيبر هنا كل سفير المتخصص على هذه المسافة وعلى هذه الأرضية يندفع بكل قوة لا زال ممتلع حتى الآن هنا سام كوليت تدفعه وتطلب منه الهروب أكثر وأكثر هنا كول سفير ابن العالمي أوروب ومحاولات للدخول من رايد بكل قوة ابن دارك أنجل من الخارج وكذلك باور لينك رايد يندفع بكل قوة مع جيلينبوس إلى المركز الأول رايد بكل قوة يضيف الفوز الرابع في سجله السباقي ويظفر بالجولة الثانية تحد الخيال العالمين برعاية STC شوط الأربعمائة ألف دولار يذهب لفهد ضيدان جريس العتيبي تريبات بدن سبيعه القيادة الجيلينبوس هذا الحصان الأحمر البالغ من العمر خمس سنوات وبزمن قبل